ناقش أعضاء مجلس بلدي الجنوبية في اجتماعهم اليوم عاردا من الاشتراطات إلى جانب تحديد آلية العمل للكثير من الجهات والمؤسسات الخاصة كما ناقش المجلس تخصيص مواقف ومداخل خاصة للمعاقين وتغيير تصنيف عدد من العقارات تأبل منطقة في نقاش أمعن النظر في جميع الأمور التي قد تكون سببا أو عرضة إلى اختراق القوانين والاشتراطات التنظيمية تباحث أعضاء مجلس بلدي الجنوبية فيما بينهم وتم الإجمع على أن تتخذ الجهات المعنية القرار الحازم للحفاظ على الجو البيئي والصحي في المنطقة والتصدي لكل ما يعكر صفو الاستقرار فيها كإقامة المقاهي بالقرب من الأحياء السكنية إلى جانب أصحاب العمارات السكنية وتجاوزهم لقانون تخصيص أماكن معينة لوضع حاويات النفايات فيها تمت الموافقة صباح اليوم في هذا الاجتماع على الزام المؤجرين في العمارات السكنية والاستثمارية بوضع حاويات وذلك لتفادي أي مضاعفات في إزالة القمامة عن هذه المحلات وكذلك أيضا وافق المجلس بلجموع على أن يلزم المؤجرين لوضع هذه الحاويات حفاظا على البيئة وعلى صحة المواطن وبالشكل المستفيد طرح أعضاء المجلس ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على طاولة البحث مؤكدين على أن تخصص مواقف للسيارات ومداخل خاصة بالمعاقينة في المجمعات التجارية والحدائق العامة فهنا نلاحظ أن هناك مباني كثيرة حكومية تكون أو غير حكومية تنشأ ولكن لا يرعى فيها أحوال أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين فنأكد على هذه النقطة أن لهم حقوق كمواطنين مثل باقي المواطنين فيتم تخصيص مواقف سيارات لهم تخصيص دورات مياه خاصة لهم وفي الحداء تكون ألعاب خاصة لهم ليش ما عندنا ألعاب للمعاقين بعد ذلك تقدمت اللجنة الفنية بتقرير يختص بتصنيف عقار بمدينة زايد بالإضافة إلى تصنيف عدد من الشوارع لتفادي أزمة تكدس السيارات في المنطقة تم الاتفاق على أن يوافق على المشروع ولكن بإيجاد مداخل ومخارج على شارع الشيخ سلمان على اساس أن المنطقة فيها كذلك مشاريع اسكانية إضافية فما ممكن أن نحن نحقق مثلاً مصلحة تجارية للمستثمر على حساب مصلحة العامة للناس واختمت الجلسة بإشارة الأعضاء إلى موضوع إغلاق المحلات التجارية عند منتصف الليل وذلك لما يرونه من مصلحة المواطنين إلا أن هذا المقترح تم رفعه للجلسات المقبلة للتباحث حوله مع رئيس المجلس والجهات المعنية للتوصل إلى قرار يصب في مصلحة جميع الأطراف دون الإضرار بأحد إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين